تفضلوا معي اللي نشوف كي بدنا نعمل هالبسكوت اللذيذ الطيب يا الف اهلا وسهلا فيكم بتشرفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف كون احباي المتابعين يا رب تكونوا بألف خير وبصحة جيدة ان شاء الله يا رب اليوم بدنا نعمل بسكويت كتير لذيذ بالمكسرات بيلزمنا لهالوصفة اول الشي عندي رح نزل نصف كوب سكر بودرة رح انخلون لانن وهلأ بدي نزل فوقهم تلت تربيع الكوب سمن بقري سمن بقري بحرارة الغرفة رح اخفقون مع بعض كتير منيح اول الشي جربت بالمشبك اليدوي ما زبط رح اعملهم بيدي دايما بها الوصفة بنعمل اول الشي بنخلط السكر البودرة مع السمنة بعدين مننزل باقي المكونات انا عندي هون كوبين طحين رح انخل اول كوب طحين ابيض متعدد الاستعمالات لازم ننخلو حتى ما يكون بقلبه اي تكتلات وهي دا الكوب التاني مننخلون فوق الخليط السمنة والسكر البودرة هلا بدي ضيف الون ملعقة صغيرة باكين باودر وعندي هون زرفين فانيليا نضيف المكونات كلها مع بعضا ومنخلطن هلا ندعاكم حتى يختلط المزيج يختلطوا مع بعضا هلا بدي نازل فوقا القليل من ماء الزهر لحتى لم العجينة يعني بيجوا تقريبا تقريبا بيجوا ربع كوب بالنسبة للكوب اللي عيارت فيه فيكن اي كوب بتبلشوا فيه بتنهوا فيه ما فيه مشكل ما تتأيدوا بالكوب اللي انا استخدمته هيدا قوام العجينة بدا تصير بهيدا القوام لا رخوة كتير ولا جامدة كتير هلا بدي نازل فوقا المكسرات اي نوع مكسرات عنكن ممكن اضيفوا انا عندي هون القليل من اللوز او جوز برش جوز الهند زبيب ممكن اللي منو متوفر عنده ممكن بيدون مكسرات كمان كتير لذيذة هيدا البسكويت بس انا يعني هيدا زوق شخصي اللي متوفر عنكن بتضيفوا هلا بدي اترك العجين ترتاح عشرة دقايق ونرجع بنشتغل فيه هلا بعد عشرة دقايق قصمت العجين النصين انا ما رح استخدمها كلياتا هلا بمد ورق الزبدة حتى ما تلسق بالشوبك نحن نقللو شوبك بعض البلدين بيقولولو انها الشابة حتى ما تلسق فيه وهلا بدي قطعه شكله كل واحد يعني حسب انا رح اعمله دوائر عندي هيدا القالب قطع القطعه هعملون بهيدا الشكل وكل واحد الشكل اللي بيفضلوا بيعملون هلا بدي حطهم بصينيت الشوية آآ عندي هيدا الملقات للتشكيل حبيت اعمل لون شكل تغيير حسن ما يكونوا سادة يعني بدون اي شكل هلا بدخل الفرن على حرارة 180 بالرف الوسط بس ياخدوا لون برجع بحطن برفعن لفوق على الرف الاول من فوق لمدة دقيقتين فقط نسبة للكمية المتبقية انا ما رح اعمل كل الكمية رح احطن بكياس للفريزر تخليون لمرة تانية بستعملن بسم الله تكون جايين ضيوف يعني الواحد بيبقى معارف شو بديو يعمل بيلاقي دغريل الحلو جاهز رح احطن بالفريزر لمرة تانية هيدا شكلن بعد ما طلعوا من الفرن هلا بنتركن لأي بردوا بعدين مندوقن و هلا بعد ما طلعوا مندوقن و هلا بعد ما طلعوا مندوقن بدنا نختبرون و ندوقن هيدا لونون ما شاء الله كتير الريحة بتشاهه و بتقرش قرش الحبة كل الطعب تقرش قرش ما شاء الله كتير لازيزين رح يعجبوكن كتير جربوها بنفس المقادير كتير بتنجح معكم ما بتتشل أبدا على ضمينتي و اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة تعملولي اكبر لايك و ان شاء الله بنشوفكم في فيديو جديد و وصفة جديدة و استودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله